شوارع مهجورة، محلات مغلقة، وأسواق موسودة، مشاهد لعودة النمسا لثالث إغلاق منذ بداية الجائحة الصحية، في توجه بدأت آثاره الاقتصادية ترتسم على النمسويين ساعات عن تطبيقه. من نيوزيلندا وأستراليا، وصولاً إلى قلب أوروبا، تعود مشاهد الإغلاق العام لتعيد معها تهديدات الشلال التجاري والصناعي، وبوادر انزلاق نشاط الاقتصادي العالمي نحو الركود والانكماش من جديد. في القارة العجوز، ينذر فرض العزل العام بتفاقم الشكوك بشأن رزمانة تراجع البنك المركزي عن التحفيز الطارئ، في وقت تشير البيانات إلى أن الاقتصادات الأوروبية تواجه أضراراً أقل من الإغلاقات الأولية، إلى أن القيود المفروضة على التجارة والعمل يفاقمان هواجس تعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربة قاسية. في أكبر الاقتصادية القارة، تكافح سرطات الألمانية موجة عنيفة من الجائحة قد تدفع برلين لتحذو حذ وجارتها النمسا، خطوة من شأنها خفض نسبة النمو في منطقة اليورو بثلاثة أعشار مئوية عن التوقعات الأساسية، في حين من شأن تبني باقي الاقتصادات الرئيسية الأخرى قيوداً مماثلة من ترسيم تباطئ النمو في المنطقة إلى أربعة أعشار مئوية. تكلفة اقتصادية باهظة، تتزامن مع معدلات تضخم قياسية تعصف بالقارة منذ بداية العام الجاري، وستكون لها تداعيات اجتماعية وخيمة، فمشاهد الاحتقان الاجتماعي ومناهضة مساعي الإغلاق غزت شوارع كبرى المدن الأوروبية من فيينا إلى أمستردام منذرة بموجة غضب شعبية واسعة. ترجمة نانسي قنقر